مرحبا لكل محبي العطورات وخاصة العطورات اللي بتضيف جو كتير حلو على بيوتنا وما كاتبنا نحن اليوم عم نقدم بهيدي الفقرة شركة دوكتور فرانيز هيدي الماركة الإيطالية اللي اتأسست عام 1983 هيدي الماركة بتقدم عطورات كتير مميزة لأنه خلف مؤسس هيدي الماركة خلفيته العلمية كلها كانت بتساعده لحتى يعمل أفضل تركيبات العطور هو كيميائي صيدليني وأيضا بيعمل العديد من المنتجات الخاصة بالتجميل نحن اليوم عم نقدم ثلاثة عطورات كتير حلوين مثل ما ذكرت لأنه هني مجغولين بدقة كتير عالية كل هيدو العطورات معمولة من الزيوت الطبيعية وحتى إذا بدنا نشوف العطور اللي موجود معنا الباكيج أو الزجاج اللي موجودة هي كمان ممكن تكون قطعة ديكور عنا بالبيت أو بالمكتب نقدر هيك نتباها فيها تعطينا ديكور كتير حلو الزجاج اللي عم نشوفها قدامنا هي كمان مجغولة يدويا العطورات اللي عم نقدمها نحن اليوم عنا أول عطر وهو عطر العنبر وأيضا عطر الزنجبيل مع الليمون هيدا العطرين رقم المنتج لقلهم 608-21 فيكن تحصلوا على العطر لحالو اللي بيجي بحجم 500 ملي وفيكن تحصلوا أيضا على العبو الإضافية اللي هي بتجي هيدا الريف الكت اللي هي العبو الإضافية كمان 500 ملي من أي عطر انتو بتختاروه مع عيدين زيادة من الخيزران رقم المنتج لقل العنبر وأيضا الزنجبيل 608-202 العطر الثالث اللي موجود معنا هو العود اللي عم نشوفو هون كمان العبو الأساسية واللي هي 500 ملي مع الزجاجة رقم المنتج لقلها 608-145 فيكن تحصلوا أيضا على العبو الإضافية اللي هي هيدا العطر 500 ملي كمان مع عيدين الخيزران اللي موجودين 608-160 مثل ما ذكرت فيكن تحصلوا على العطر لحالو أول شي مع الزجاجة فيكن تحصلوا على المجموعة الإضافية لحالة ومن أول شراء فيكن تحصلوا على المجموعة المتكاملة اللي نحن عم نقدم لكم إياها بسعر كتير كتير تنافسة لا بالنسبة للعود وأيضا عفوا بالنسبة للعود رقم المنتج 608-175 أما بالنسبة للعنبر والزنجبيل مع الليمون 608-203 نحن نتعرف أكتر على تركيبة هيدا العطرات لأنه عالم العطرات هو عالم مختلف تماما على الشي اللي نحن بس منشم العطر منحسه حلو ولكن كل تركيبة إلى تأثير على نفسيتنا وكل عطر لازم نحطه بمطرح معين ببيتنا وأيضا بمكاتبنا لحن نتعرف كل هذه التفاصيل مع ممثلة شركة دكتور إفرانيز بندتا اللي اجت خصيصا لحتى تعرفنا على كل هذه العطرات مرحبا الي بالنسبة لنعرف أكتب المكونات الأساسية اللي موجودة بعطر العنبر اللي موجود معنا أكيد العنصر الأساسي هو العنبر ولكن عم نشوف مكونات تاني واللي هي الفانيلا عنا كمان هوني خشب الصندل وأيضاً العدد من الورود أو الزهور مثل زهرة الآيرس كل هايدي المكونات مجموعة مع العنبر لحتى تضيف ريحة تعطينا هيك الريحة اللي بتكون شوي زهور وبنفس الوقت مغيبت أبداً عن التراث أو الروائح اللي نحنا متعودين عليها مثل خشب الصندل وأيضاً العنبر هايدي الروائح الكتير قوية عندما تقول أن نكون مجتمع أو أن نكون مجتمع من 500 ml نعم رائع رائع جداً حتى أن نكون متأكسة نتعني ما يمتلك عائلاً هو المذكة؟ هذا نعم جداً لأنها حقاً كسر قصة والماركة سنواتهم ومتلك في حالة موضوع لكن من المهم عليце تستطيع أن تكون 700 mlا شخص في حالتك؟ معاق أنه يجبغي لا تكون حاول comedy بلاقي يجبغي لا تكون حالة تنجزة هذا كانت أكيد الإعلام عن أن نكون هو المفتقاد في حالة إذن كل العبوات التي نحن اليوم نقدمهم من ثلاثة عطورات هني 500 ملي لما نقول 500 ملي يعني أكيد عم نحكي على عبوة كتير كبيرة وبتضاين لفترة كتير طويلة هايدي العبوة اللي أنا عم بحكي عنا واللي موجودة قدامنا العبوة هايدي بتضاين مثل ما قلت 500 بتضاين لخمس شهور ولكن لازم نحن نعرف دايما كيف تكون طريقة الاستخدام لازم نبعدها عن الـ AC لحتى ما تجف الريحة بسرعة لازم نبعدها ان تكون موجودة لكل رابط من أي شباك لحتى ما تكون في عنا تعرد كتير قوي للشمس إذا عملنا هيدولة الظروف أو حطينيها بوضعية مناخ كتير معينة فهي بتضايننا بكل رياحة خمس شهور نعم ، لا أخذ كل نوع جمعنا من مرضات أكثر وهي أيضا يأثير من أن تفكر في الحرارات الارومات أمبر اي من المشاركة وكل حياته لذلك يمكن أن يكون جيداً في المكان مثل المكونات أو المكونات حتى أنخطوه بغرفة النوم لن ت talk more about the reads because some people they just put the reads or the bamboo sticks and that's it do they need to flip it and how often absolutely yes some people think that's just that's it yeah but no it's important to know that you should flip the reads every now and then every couple of days every day it's really up to you you can even consider flipping a couple of reads only during the day so that the smell is not too strong it's not too intense and it's really up to you إذن the reads والعيدين الموجودين معنا هي عيدين الخيزران او البامبو المميز فيهم انه مش بس منفتكر انه جبنا الزيت او جبنا العطر وحطينيهم ولكن نحنا هيدول لازم نحرقون ونقلبون بهذه الطريقة فينا نقلب نحنا كل العيدين بنفس الوقت لحتى اتضل الريحة عنا كل الوقت هكي قوية وفرش فينا نقلب كل العيدين فينا نعمل مثل ما قالت بندتا يمكن عود او اتنين نحنا نقلبون فينا نعمل هيدا الشيء كل يوم او يمكن ممكن احسب اذا جايكم ضيف هلا الابتون الصبح جاي ضيف بعض الظهر فيكم ترجعوا تعملوا هذه العملية ما في تأثير ابدا the other day you were just telling me that that some people also they think that when they are done from the perfume or the fragrance they throw the reeds absolutely not big mistake because these reeds are of amazing quality bamboo quality so they absorb the perfume for a very long time so don't throw them away you can keep it in your drawer in your car they will smell for a very long time اذا كمان اللي بيفتكروا انو هيدول العسين بعد ما ينتهوا من العطر انو فيهم ياخدون يستبدلون لا ما تكبون خلوون عندكم احتوزوا فيهم فيكم تحطوون بالسياراتكم فيكم تحطوون حتى بغرفة الملابس عندكم او حتى بالخزانة لحتى تضل تعتى هيدا الريحة لانو بيحفظوا الريحة لفترة زمنية كتير طويلة we'll move now to the ginger lime which is like the freshy freshy one i can smell it like from here tell me more about the ingredients yes ginger lime is very different from amber is a modern energizing scent it's a combination of citrusy lemon and lime ingredients as well as ginger vetiver and pepper so it's a spicy as well as fruity اختيارنا بهيدي الفقرة للعطور كانت مختلفة اخترنا عطر العنبر اللي ذكرنا انو هو يمكن انو العطر اللي نحنا متعودين كتير على ريحته واللي هو بيعمل لنا هيكي relaxing كل الانهار اما عطر الجنجر او الزنجبيل مع الليمون هو عطر كتير fresh طبعا لانو داخله مكونات الحمضيات مثل الليمون وايضا الزنجبيل اللي بيخلي هيدا العطر يكون كتير حيوي كتير energetic يعطينا هيكي freshness ونشاط كل الانهار لم نحن ن should know more about the package that we have which is a beautiful glass yes it's important that dr vranis really thought about this idea of scent the decor not just making beautiful scents but more uh thinking about the packaging and the bottle the bottle is simple is a wonderful glass made handmade in italy and the design is just perfect for every type of interiors لو بتلاحظ العبو اللي موجودي معنا هي من عبو تقليدي ولكن حتى مهتمين باداء التفاصيل لأنه مثل ما ذكرت هي مش بس بتضيف رائحة حلوة للغرفة تاعتنا ولكن قطع الديكور إذا منشوف الزجاج اللي موجود معنا هي زجاج كتير آنيقة كتير مرتبة ومجغول يدويا وهي مستوحى أنا وعن بقرأ على هيد الماركة هي مستوحى أيضا من التراث العمراني الإيطالي فعملين هيدا اللوك اللي بيجي هيك مثل الابة بيعطينا اللوك كتير حلو ومثل ما ذكرت بيعطينا هيك زينة لغرفنا بطريقة كتير حلوة we said earlier that the Ember should be put in in the living room and in the bedroom what about the ginger lime yes the ginger lime is more certain type of environment I think about a family room where you want the energy level very high and very positive because it makes people happy so it's really good to have it there or in a work or study environment because also helps concentrating so it's really versatile but very different for UMber reh Sect.เอجابي الزنجبيل والليمون هو عطر مثل ما ذكرنا لأنه مكوناته كتير فرش وهي من الزنجبيل والليمون فهو حلو انه يكون بمطرح بغرفة بالبيت منكون هيدا الغرفة بدنا هكي يمكن كلي اللي موجودين فيها يحسوا انه هيدا ممكن تكون كمان بغرفة لدراسة الأطفال فهي بهذه الطريقة بتخلوهن كمان كتير فرش او حتى يمكن اخوك زوجك حابة هديك كمان شي هدي كتير مميزة للمكتب فهي كمان كتير حلوة لجو الشغل لانه كمان بيضل الشخص كتير فرش وكمان هيك كتير نشيط لانه الريحة اللي موجودة كتير حلوة ممكن كمان نحطها ممكن كمان نحط يمكن بحمامات لضيوف حتى كمان تعطي هذه الريحة الكتير حلوة والفرش اذا بهيدي الفقرة عرفناكم نحنا على اول عطرين موجودين معنا واللي هو عطر العنبر وكمان عطر الزنجبيل مع الليمون هيدول العطرين رقم المنتج لقلهم 6801 كل عطر بيجي لقلكن بساعة 500 ملي مع هيدة زجاجة الكتير مميزة الى جانب هيدا الشيعة منقدم نحنا العبوة الاضافية لكل عطر اللي بتجي كمان بساعة 500 مل مع عيدين زيادة من الخيزران رقم المنتج 60802 لعطر العنبر وايضا عطر الزنجبيل صار الوقت تتصلوا فينا على الارقام اللي مبيني قدامكن على الشاشة ما تنسوا ابدا الرقم المنتج لانه بيسهل عليكم كتير عملية الشراء لانه مركز خدمة العمل اللي حيسألوكن على هيدا الرقم واتصلوا على الارقام اللي مبيني والخاصة ببلدكن لحتى كمان ما تحتاروا اكتر كيف بتكن تتصلوا فينا ابقوا معنا لحنا نتعرف بالفقرة التانية على العطر الثالث اللي موجود معنا واللي هو عطر العود من الماركة الإيطالية دوكتور فرانيز موسيقى 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 اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة